السيدات والسادة مساء الخير قبل أعوام قليلة كانت معظم كتابات أهل العلم والرأي تدعو إلى ملاحقة العصر وضرورة مؤكبة التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات كان مفهوم التخلف في رأي الكثيرين يعني أننا مازلنا نعيش في زمن العمل اليدوي وأن الآلة لم تحل بعد محل الإنسان الآن تغيرت الصورة وانقلب الحال أصبح الخوف من الآلة يسيطر على الإنسان بعد التطور الهائل في التكنولوجيا وبعد أن ترد الروبوت والذكاء الاصطناعي البشر من مهن كثيرة وحل محلهم اليوم نحن نفتح ملف الذكاء الاصطناعي فوائده ومخاطره لا نعاديه أو نرفضه لكن نناقشه مع ضيفنا كيف يطوعه الإنسان لخدمة البشرية وليس للإضرار بالإنسانية في حديثنا من مصر اليوم نصديف كاتبا صحفيا تخصص في مجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي خاصة في الصحافة وفي العمل الإعلامي نسأل كيف يروض الإنسان وحش التكنولوجيا الذي صنعه بيدهه وكيف سيكون مستقبل الصحافة والإعلام إذا ما تحكم فيهما الذكاء الاصطناعي عن الصراع الأزلي بين الإنسان والآلة عن الروبوت القادم ليحل محل البشر عن مستقبل الصحافة والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم اشتركوا في القناة